بالبيان الصادر عن صندوق تحية مصر وقبل ما أدخل في تفاصيل البيان وأكيد حضرتكم خصوصاً الناس الناشيطة واللي متابعة على أخبار الأهلي أول بأول وموجودة على السوشال ميديا تابعته تفاصيل البيان هقول له حضراتكم بس الحقيقة عندي نقطتين في منتهى الأهمية أحابب أعلق عليهم النقطة الأولى هي التوقيتات التواريخ اللي ذكرت فيها حقيقة الموقف المرتبط بتبرعات الشيخ توركي ألشيخ والجزء الثاني هو المبادرة بمعنى أنه مين اللي خد المبادرة عشان يرد هذه التبرعات سواء كانت مالية أو نقدية أو كانت عينية بأي شكل من الأشكال هنا حاجات كتير جداً بتكشف فيما يتعلق بالموقف ده تحديداً مهم جداً نشوف أو نقرأ كيفية تعامل النادي الأهلي وكيفية حقيقة يمكن حقيقة يعني شابوه لكل المسؤولين في النادي الأهلي تحملوا ومش في الواقع دي بس الحقيقة في مواقف كتير جداً 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 تحملوا كتير من التطاول وكتير من الإساءة لمجلس الإدارة ككل ولبعض الأشخاص داخل مجلس الإدارة بشكل شخصي لفترات طويلة جداً وكان من السهل جداً كان من السهل جداً أنه يتم الرد على الإساءة بالإساءة ويتم الرد على التطاول بالتطاول لكن ده عمره أبداً ما كان منهج النادي الأهلي سهل قوي أنك أنت تنزل أو سهل خليناً يكون أكتر دقة سهل جداً أنه اللي تحت يشدك ليه الأصعب أنك تكون فوق وتحاول تطلع اللي تحت لنفس مستواك شتان بين العقلية وشتان بين القيم وشتان بين المبادئ اللي بنشوفها والناس كلها في مصر عارفة القصة أبعد ما تكون عن انتماء لكيان أو آخر يعني قصة مش قصة أهلوية وزمالكوية أنا بكلم على مصر كلها عارفة وأغلب المصريين سواء كانوا هنا أو هنا مستقين الحقيقة من المشهد أو من الحالة العامة اللي ما بتزيدش غير توتر واحتقان وفتنة بين الناس وبعضها خلينا نقرأ مع حضراتكم منتبع ما جاء في بيان صندوق تحيا مصر طبعاً أكاذيب استمرت لفترات طويلة جداً وجاء البيان يعني كافي وشافي لكل الحقائق الحقيقة يمكن العنوان بيقول صندوق تحيا مصر يكشف الحقائق ويرد على الأكاذيب والإفتراءات ويؤكد على نزاهة النادي الأهلي ومجلس إدارته رداً على الأكاذيب والإفتراءات التي تتردت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعلن محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر مساء عبر أحد البرامج التليفزيونية إنه وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الأهلي بتاريخ عشر تلاتة عشرين واحد وعشرين يعني تقريباً بنتكلم من أكتر من سنة ونص فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية بين قصين الساعات التي كان المستشار تركي الشيخ قد تبرع بها للنادي الأهلي من قبل وقال أن النادي على لسان طبعاً المسؤول أو المتحدث الإعلامي قال أن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر بتاريخ اتنين ستة عشرين عشرين أنه قرر ده كان قرار صادر من النادي الأهلي بدون أي طلب رسمي وبدون أي تدخل من أي جهة ما الأهلي بنفسه قرر أنه يرجع أو قرر إعادة جميع هدايا السايد تركي الشيخ المالية والعينية إليها يعني المبادرة هنا من النادي الأهلي بنفسه أو توجهها إلى الجهة التي يرغب فيها ويرغب فيها دي عيدة على الشيخ تركي ألشيخ وطلب المستشار تركي ألشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحية مصر وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع ومن خلال البروتوكول المشار إليه وتسلم صندوق تحية مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية الساعات وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة بيان يشرح لحضرتك طبعا واستكمالا للبيان كانت للجهات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة قد برأت صاحة النادي الأهلي ومجلس إدارته وأكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسؤوليه في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ 23-23-20 يعني الموضوع حسم من كل جوانب سواء من الجهة التي تولت استلام التبرعات طبقا لما أراد المتبرع فيها الأساس أو للجهات القانونية التي تولت التحقيق في هذه القضية مين يرد الاعتبار؟ مين يدي ويرجع للناس التي تمت الإساءة لها على مدار أكثر من سنتين على المستوى الشخصي أو على مستوى الكيان اللي هم بيتولوا مجلس إدارته حقهم واعتبارهم والأهم مين يمنع التطاول والإساءة اللي بقت نغمة تكاد تكون مكررة تكاد تكون يومية بدون أدلة بدون سندات بدون عقاب ومن أمن العقاب أسائل أتب